اعطى ميثاق العمل الوطني دفعة قوية للقطاع الصحي في مملكة البحرين أسهمت بوصوله إلى مستويات متقدمة في الخدمات التي يقدمها وفق أعلى المعايير وأجود الأساليب القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في برامج الحكومة نجح في المضي قدما في مسارات التحديث والتطوير التي شملت جميع جوانبه مثل ميثاق العمل الوطني رؤية طموحة رسمت ملامح مسيرة التحديث والتطوير والبناء في مختلف المجالات والقطاعات في مملكة البحرين أحد هذه القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا هو القطاع الصحي الذي طال التحديث فيه جميع الجوانب سواء على مستوى المنشآت الصحية ومؤكبة التطور العالمي على صعيد التجهيزات والمعدات الطبية أو اتباع أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية أو على صعيد تمكين الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الذي أولته مملكة البحرين همية كبيرة ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية ولا تكتفي مملكة البحرين بما حققته من مستويات متقدمة في القطاع الصحي بل تواصل بذل الجهود الحثيثة لتحسين وتطوير مستوى تقديم الخدمات الصحية ورفع جودتها وإدخال مشاريع جديدة لتسهيل عملية الحصول على العلاج في الوقت المناسب شاملة جميع محافظات مملكة البحرين لتحقيق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة تتواصل الجهود الوطنية المخلصة الرامية للارتقاء بجودة الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للجميع وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني حيث يعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في البحرين نموذجا فريدا من نوعي وهو أحد أسباب تطور القطاع الصحي ذلك بوجود المجلس الأعلى للصحة المعنية بوضع الاستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي إلى جانب الهيئة الوطنية للتنظيم المهن والخدمات الصحية كمنظم للقطاع الصحي في مملكة البحرين ووزارة الصحة كمشاغل رئيسي لإدارة القطاع الصحي هذا وتمثل الخدمات الطبية الملكية رافدا أساسيا من روافد التطور من خلال الصروح الطبية التخصصية الحديثة والأكاديمية ذات الكفاءة العالية كما حقق القطاع الصحي الخاص تطورا كبيرا في مملكة البحرين مستفيدا من البيئة الإيجابية والتشريعات والقوانين الداعمة ذلك في ظل إجراءات دقيقة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وقد أظهرت الجهود الوطنية في التصدي لفاروس كورونا المستوى الرفيع من الكفاءة الذي باتت تتبوأه مملكة البحرين في الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي حيث حققت نجاحات مشهودة في التصدي للجائحة وحظيت بإشادات من المنظمات المختصة في القطاع الصحي نظير ما قامت به من جهود وإجراءات وقائية وطبية ترجمة نانسي قنقر